من غير المنطقي أن تمر شبكة الغاز الطبيعي بجوار منازلنا ولا نستفيد ويتزود بهذه المادة البعض من مواطني الحي ونحرم نحن هو ما دفع سكان حي لدبديرا بولاية المسيلة لتوقيف أشغال مشروع مد شبكة غاز المدينة احتجاجا على ما وصفوه تمييزا هذا الاحتجاج ما درناه شحنا ما درناه شحنا من رأينا داروه الناس المشهدين هذو لأنه إنسان يجي دير برمجة وإنسان عشر مترات بينه بين الأنب وبنتها القاز ما يستفيدش عشر مترات أرواه رحوا كي لها ذرك عشر مترات احنا رأينا دارونا نستفزازهم وابوه نديرو الشيء هذا رأينا نستفزونا السلطات كي لاحقوا المفترق الطرق هذه رايحة تستفيد وهذه قادة هذا هو السبب اللي رأي جات الجماعة هنا على جال القاز ما هو السبب؟ هذا القرية تدي وهذا القرية ما تديش أسم واحد أسم واحد والمشروع باسم ولاد بدأ يرى كيميرا ما يقوله وعندما يقع التمييز حسب المواطنين تكثر الإشاعات شهادة إقامة واحدة انتخاب واحد انسلكوا التري سيتي وكل كيميرا نا وعلى خارجي ديروا فيها انهياز الجازة عقبوا هذا الدار ما تشوفواه ولا لا 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 رايحة للناس معينين حينما يستفيد البعض ويستثنى آخرون من نفس الحي وتعطى مشاريع لقرية وتقسى قرى مجاورة يجد المواطن نفسه يتسأل هل غابت أحياؤنا وقرانا عن بوصلة المسؤولين وناظرهم أم أن لمسة التمييز من لها الأثر في هذا